نرجع لترند الأهلي ونكمل أهم وأبرز المواضيع اللي كانت على سوشال ميديا النهاردة بخصوص الفريق وتحديدا نروح لحساب في الجول على تويتر واللي بيتكلم عن آخر تسع مدربين للنادي الأهلي وكيف كانت أول مواجهة لهم وبيتكلموا على أن المسلمان يدخل مواجهة المقاولون لتفادي ما حدث لجريد والأسارتي وخسارة من الرجاء المطروحي وبيراميدس التسع مدربين كابتن محمد يوسف فاز على ما تذكر على تلفونات بني سويف جارده في أول مواجهة له خسر من الرجاء كابتن فاتح مبروك فاز على النصر بيسيرو فاز على طلع الجيش كان هدف واحد سفر على ما تذكر مارتينيول فاز على بيتروجيت حسام البدري فاز على الإسماعيلي كارتيرون تعادل مع الإسماعيلي والأسارتي خسر من بيراميدس وآخر مدير فني رحل على النادي الأهلي اللي هو كان مستر ريني فييلر وفاز على سموحة في بداية هذا الموسم بهدف للأسئل إن شاء الله نتمنى أن مستر بيتسو موسماني يكون موفق في أول مواجهة له مع النادي الأهلي ويقدر يفوز في هذه المباراة طيب خلينا نروح لموضوع أخر وجزئية أخرى غاية في الأهمية من وجهة نظري وأكيد مهمة جدا بالنسبة للمحمد الشناوي وهي من حساب الأهلي اليوم على فيسبوك وبيقولوا إن الشناوي تفصله مباراة واحدة عن تجاوز رقم شريف إكرامي كأكثر الحراس حفاظا على نظافة شباكه وإحنا عارفين إن إكرامي كان وصل للرقم 23 في موسم 2017-2018 ويحافظ على نظافة شباكه في 23 مباراة ده كان رقم كبير جدا عدله خلاص السنة دي محمد الشناوي اللي بيتقلق وبيقدم أفضل موسمه مع النادي الأهلي وصل للرقم 23 أيضا عنده فرصة كبيرة النهاردة إن شاء الله يخرج بالشباكه نظيفة ويفوز النادي الأهلي عشان يكسر هذا الرقم لحارس مرمى النادي الأهلي السابق وهو شريف إكرامي حارس بيرامدز الحالي نتمنى كل التوفيق لمحمد الشناوي طيب خلينا نروح لجزئية أخرى وأخيرة في ترند الأهلي وهي خاصة بصفحة ماجيكانو على فيسبوك واللي بتتكلم عنه طهر محمد طهر بتقول صديق الأمس منافس اليوم منافس اليوم صديق المستقبل طهر محمد طهر من اللعابين اللي محتاجين النهاردة كمان أن هما يثبتوا مدى جدارتهم بارتداء الفانيلا الحمرة لمستر بيتسو موسماني طبعا اللعابي النادي الأهلي هما اللي هيكونوا مركزين أو في مبارات اليوم عشان مدير الفاني الجديد لكن الأمر نفسه بينطبق على طهر محمد طهر نجم النادي الأهلي الجديد اللي أكيد هيلعب بكل قوة النهاردة في مباراته مع فريقه الحالي فريق المقاولون العرب نتمنى له كل التوفيق وعندنا سكة كبيرة جدا في طهر محمد طهر كعونصر هيكون إضافة لنادي الأهلي في الموسم الجديد ده فيما يتعلق بتريند الأهلي